عرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى وصوله موسكو عن سروره بهذه الزيارة التي تأتي استجابة لدعوة موجهة لسموه من معالي السيد دمتري مدبيدف رئيس الوزراء الروسية وقال سموه أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة الخطوات الرامية لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين أثر الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتي دشنت عهدا جديدا وفاقا وعيدة للعلاقات البحرينية الروسية ولدى وصول سموه إلى مطار فانكوفو بموسكو كان في الاستقبال السيد ميخايل باكدانوف المستشار الخاص الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وعدد من كبار المسؤولين ودكتور هاشم الباش سفير مملكة البحرين لدى موسكو وعضف سموه أنها فرصة طيبة لاستثمار الاهتمام البحريني الروسي في مواصلة الخطوات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشاركة للبلدين والعمل على تنمية هذه العلاقات بمفهومها الاستراتيجي والأشمل بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية التي تتمتع باقتصاد وعد ودور دولي مؤثر وفاعل ومن المتوقع أن تتناول زيارة سموه سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والثقافية منها إضافة إلى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشاركة وسوف تتزمن زيارة صاحب السموه الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لموسكو مع منتدى الأعمال الذي يعقد بتنظيم مشارك من مجلس التنمية الاقتصادية ومجلس الأعمال البحريني الروسي ومجلس الأعمال العربي الروسي والذي يعد فرصة لعرض الإمكانات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية الأعادة في كلا البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر